يعني هذه خطيئة أخرى تصر بريطانيا أن تضيفها إلى خطيئتها الأولى في وعد بلفور في أن تضع حركة مجاهدة مقاومة على قائمة الإرهاب حتى الجناح السياسي لها وكل ذلك نفاقاً وكل ذلك نفاق وممالأة للكيان الصهيوني فحماس لا تسيء إلى أي بلد ولا تتدخل فيه وهناك لنا أنصار ومحبون من الفلسطينيين ومن العرب والجاليات الإسلامية ومن أيضاً شعوب أوروبية تحركهم الدوافع الإنسانية وعدالة قضيتنا فهذا القرار البريطاني مدان ومرفوض ولكنه لا يدفعنا للتراجع وسنصر على حقوقنا نحن أصحاب قضية عادلة والذين يخلطون المصطلحات عن قصد أو عن غير قصد يقعون في خطيئة كبرى فرق كبير بين المقاومة والإرهاب حماس تقاتل المحتل الإسرائيلي على أرضها وتحصر معركتها في الداخل الفلسطيني وتقاتل الجنود المحتلين لسنا إرهاباً لسنا حركة تقاتل في كل مكان وتضرب خبط عشواء هنا وهناك نحن أصحاب قضية وطنية قضية تحرر وطني نحن ندافع عن أنفسنا وعن أرضنا ومقدساتنا ونقاوم المحتل الإسرائيلي وهي مقاومة مشروعة في كل الشراع السماوية والأرضية وفي القانون الدولي وإن شاء الله سنبقى نناضل وكل هذه الضغوط والإجراءات لن تدفعنا للتنازل عن حقنا